مع استمرار الحرب الدامية في قطاع غزة أعلنت ثلاث دول أوروبية هي إسبانيا، إيرلندا، النرويج اعترافها بدولة فلسطين في خطوة قوبلت بترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي هنا تطرح تساؤلات عديدة ماذا يعني الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين؟ وهل فعلا ستكون هذه الخطوة هي بداية لحلم قيام الدولة؟ بشكل عام ارتفع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعترفة بفلسطين إلى 12 دولة من أصل 27 بعد اعتراف كل من إسبانيا، النرويج وإيرلندا ليرتفع العدد الإجمالي للدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 147 الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة هو عملية مستمرة منذ أعلان استقلال فلسطين في عام 1988 في الجزائر والذي أعقبه اعتراف أربعين دولة عضو في الأمم المتحدة أطلقت السلطة الفلسطينية والتي أنشئت بموجب اتفاقات أصله عام 1993 حملة دبلوماسية على مستوى المؤسسات الدولية وفي عام 2012 حصلت فلسطين على طفة دولة مراقب في الأمم المتحدة يحق لها في غياب العضوية الكاملة وحق التصويت لانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية فتحت منظمة الأمم المتحدة اليونسكو أو فتحت الطريق لفلسطين بمنحها العضوية الكاملة في عام 2011 والذي تسبب بانسحاب إسرائيل والولايات المتحدة من المنظمة في عام 2018 لتعود الولايات المتحدة إلى المنظمة في 2023 ثم انضمت فلسطين في 2015 إلى المحكمة الجنائية الدولية والذي سمح بفتح تحقيقات في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وفي 2014 أعلنت السويد اعترافها بدولة فلسطين لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ موجة الاعتراف بعد جمهورية أتشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ويؤكد محللون أن هذا الاعتراف يمثل دعما قويا لفلسطين وسعيهم للحصول على اعتراف دولي بدولتهم كما يعزز موقف فلسطين في المفاوضات مع دولة الاحتلال والمجتمع الدولي ويرى محللون أن هذا الاعتراف سيدعم المساعر رامية لحصول فلسطين على العضوية كاملة في الأمم المتحدة مشيرين إلى أن هذه الخطوة أخلاقية أكثر من كونها قانونية إلزامية إذ أن من شأنها أن تؤكد على مشروعية قيام الدولة الفلسطينية ويزيد شرعيتها على الساحة الدولية